أعزائي طلبة الصف السادس العلمي الفرع التطبيقي أهلا ومرحبا بكم ثانية في الاختبار الأخير لمادة الاقتصاد للصف السادس العلمي طلبتنا الأعزاء أن نحن معكم ومستعدون للإجابة عن كل أسئلتكم واستفساراتكم ومجرد الاتصال على الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة وستكون إن شاء الله الإجابات موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي إذن طلبتنا الأعزاء لدينا مجموعة من الأسئلة وأجبنا عن بعض هذه الأسئلة وذكرت في المقطع الأول من بثنا المباشر لهذا اليوم السؤال الذي ظهر أمامكم على الشاشة وهو أنه يبلغ راتب موظف سبعمائة ألف دينار ويخضع الراتب إلى ضريبة مقدارها خمسة بالمية ويخصص للاستهلاك خمسة وثمانين بالمية المطلوب حساب الدخل المتاح القابل للتصرف وتحديد مقدار الاستهلاك من الدخل ومقدار الإدخار طلبتنا الأعزاء لا ضير في أن تتغير الأرقام المهم الفكرة واحدة ومجرد التسلسل في خطوات الحل نصل إلى الإجابة الصحيحة إذن طلبتنا الأعزاء أنتقل إلى سؤال آخر من أسئلة الاقتصاد لمادة الاقتصاد للصف السادس العلمي الفرع التطبيقي طلبتنا الأعزاء هناك مجموعة من العيوب تواجه دارسي الاقتصاد ضمن موضوع الدخل القومي فلو وجه لك السؤال التالي ما هي عيوب احتساب الدخل القومي ما هي عيوب احتساب الدخل القومي لدينا مجموعة من العيوب العيب الأول هو كثرة البيانات المطلوبة لحساب قيم السلع والخدمات النهائية مما يؤدي إلى احتمالية حصول أخطاء الأمر الثاني لا يأخذ بعين الاعتبار حجم السكان الأمر الثالث يعد مقياسا كميا وليس نوعيا لأنه لا يهتم بنوعية السلع والخدمات المقدمة إلى المجتمع والأمر الرابع أنه لا يتضمن بعض الأعمال التي لا يتم حسابها مثل خدمات ربات البيوت وكذلك استهلاك الفلاحيين لمنتجاتهم الزراعية وأخيرا لا يهتم للآثار السلبية التي تتركها الأنشطة الاقتصادية المؤثرة على البيئة والصحة والمجتمع إذن طلبتنا العزاء أنتقل أيضا إلى سؤال آخر من أسئلة الاقتصاد لمادة الاقتصاد للفرع التطبيقي لدينا هذا السؤال طلبتنا العزاء وهذا أيضا من الأسئلة التي تكررت أكثر من مرة في الامتحان الوزاري ويقول السؤال إذا كان الدخل القومي لأحدى الدول عام 2005 و600 مليار دينار وكان الرغم القياس للأسعار قد بلغ 120% لحظة طلبتنا العزاء كثيرا ما يتغير هذا الرغم يعني 120% قد تتغير إلى 100% 200% لكن المهم طلبتنا العزاء العمل نعم لدينا اتصال تفضل السلام عليكم أستاذ عليكم السلام من المتصل السلام عليكم جوزكم أستاذ عندي سؤالة من بابل رشيد نعم رشيد من بابل اتفضل يا رشيد ما هو سؤالك أستاذ لماذا الدخل القومي يعد مقياسا كميا وليس نوعيا ممكن يعني السبب نعم شكرا للاتصال لماذا يعد الدخل القومي مقياس كمي وليس نوعيا الإجابة عن هذا السؤال لأنه لا يهتم بنوعية السلع والخدمات المقدمة للمجتمع لذلك يعد مقياس كمي وليس نوعي لا يهتم بنوعية السلع والخدمات المقدمة للمجتمع شكرا يا رشيد للاتصال أرجع طلبتنا الأعزاء إلى السؤال إذا كان الدخل القومي لأحدى الدول عام 2005 600 مليار لاحظ 600 مليار وكان الرقم القياسي للأسعار بلغ 120% طلبتنا الأعزاء المطلوب حساب الدخل الحقيقي عندما يطلب مني حساب الدخل الحقيقي لدي العلاقة التالية تقول الدخل الحقيقي يساوي الدخل النقدي على الرقم القياسي للأسعار في 100 هذه العلاقة طلبتنا الأعزاء تحفظ لأن حل السؤال بهذه العلاقة أو بهذا القانون الآن مجرد أعوه الدخل النقدي لاحظ الدخل النقدي هو 600 مليار أضعه في الأعلى والرقم القياسي للأسعار هو 120% الآن مجرد أجري عملية الاختصار ويكون بـ 5 بـ 1 وأضرب في 100 يكون الجواب 500 مليار لاحظوا الجواب يكون 500 مليار طلبتنا الأعزاء هذا السؤال عادة ما تتغير الأرقام به فالمهم الفكرة المهم الفكرة تأخذ الفكرة من هذا السؤال وتستطيع الإجابة عن أي سؤال بخصوص هذا الجانب أيضاً لدينا سؤال آخر طلبتنا الأعزاء وهذا أيضاً من ضمن الأسئلة الرياضية الموجودة في مادة الاقتصاد للصف السادس التطبيقي يقول السؤال في اقتصاد دولة ما كانت قيم انتاج السلع والخدمات اللي بيانتها حسابات الدخل القومي كما هو مبين في الجدول المطلوب ما هو المطلوب حساب قيمة الناتج القومي الإجمالي بطريقة الانفاق لاحظوا معي حساب الناتج القومي الإجمالي بطريقة الانفاق لاحظوا طلبتنا الأعزاء انفاق العائلات 200 مليون انفاق الحكومة 200 مليون الانفاق الاستثماري 180 مليون الصادرات 120 مليون والواردات 100 مليون الآن كيفية الإجابة عن هذا السؤال كثيرا ما في مراكز الفحص نجد طلبتنا الأعزاء يكتفي طالبنا العزيز بذكر الأرقام فقط يعني يقوم بعملية جمع هذه الأرقام فقط يجبع هذه الأرقام ومن ثم يطرح هذا الرقمين الأخيرين هذا الجواب أنت توصلت للجواب الصحيح لكن طالبتنا الأعزاء ذكر القانون لأن القانون والتسلسل في الحال هو جزء من الحصول على الدرجة فيجب ذكر هذه العلاقة قبل الإجابة الدخل القومي الإجمالي يساوي انفاق استهلاكي زائد الانفاق الاستثماري زائد الانفاق الحكومي زائد صاف المعاملات الخارجية يعني الصادرات مطروحا منها الاستيرادات الآن مجرد أجي عوض بهذا القانون وهو ميتين ألف زائد ميتين ألف زائد مية وثمانين زائد أو أطرح زائد ميتين مطروح مية وعشرين ناقص مية أجمع هذه هنا تكون خمسمية وثمانين زائد عشرين الفرق بين الصادرات والاستيرادات راح يكون الجواب النهائي هو ستمائة مليون دينار طلبتنا الأعزاء هذا ما يخص احتساب الدخل بطريقة الانفاق وهذا أيضا من الأسئلة المهمة في مادة الاقتصاد للصف السادس التطبيقي أيضا طلبتنا الأعزاء هناك سؤال في نهاية الفصل في نهاية الفصل الأول يقول السؤال كان سعر ثلاجة كهربائية 300 ألف دينار عام 2008 وأصبح سعرها بحدود 480 ألف عام 2015 المطلوب احسب الرقم القياسي للأسعار لدينا علاقة طلبتنا الأعزاء الرقم القياسي للأسعار يساوي مجموعة الأسعار في سنة المقارنة على مجموعة الأسعار في سنة الأساس في مية يجب على طالبنا العزيز أن يحدد أن السنة الثانية هي سنة مقارنة هذه سنة مقارنة والسنة الأولى هي سنة أساس هذه هي سنة الأساس والآن مجرد أعوض في القانون سنة المقارنة هذه 480 تضح في الأعلى والسنة الأولى في الأسفل ومجرد أجر عملية الاقتصاد شطف الأصفال وأضرب وأصل إلى الناتج النهائي وهو 160 طلبتنا الأعزاء هذا السؤال يطرح بصيغ مختلفة يعني هنا ذكر حسب المنهج ذكر كان سعر ثلاجة كهربائية إذا كان سعر ثلاجة أو سعر سيارة أو سعر مكنسة كهربائية أو أي آلة أو أي جهاز كهربائي وتعطى مجموعة الأرقام فلا يغير ذلك من الفكرة شيئا وإنما مطلوب من طلبتنا الأعزاء فقط حفظ هذا القانون فقط حفظ هذا القانون اللي هو الرقم القياسي للأسعار يساو مجموعة الأسعار في سنة المقارنة على مجموعة الأسعار في سنة الأساس في 100 ومجرد أجر عملية التطبيق وأختصر الأرقام وصل إلى الناتج النهائي يكون الحل صحيح إن شاء الله أنتقل طلبتنا الأعزاء إلى مادة الفصل الثاني طبعا طلبتنا الأعزاء بالفصل الثاني من الموضوع التي يختلف عليها بعض طلبتنا الأعزاء وهو تعريف الاستهلاك الاستهلاك ذكر بالفصل الأول هو غاية النشاط الاقتصادي والهدف النهائي من العملية الإنتاجية إلى آخره لكن هل هذا هو التعريف؟ الجواب طبعا لا التعريف الأساسي للاستهلاك هو ما ذكر في السطر الأول من الفصل الثاني والذي يقول والذي يقول الاستهلاك هو الإنفاق هو الإنفاق على السلع والخدمات المستخدمة في تلبية احتياجات ورغبات الفرد خلال مدة زمنية معينة ومجموعة الإنفاق لكل أفراد المجتمع إضافة إلى إنفاق الحكومة على هذه السلع والخدمات يسمى الاستهلاك الكلي إذن من هنا من هنا نأخر تعريف الاستهلاك وليس ما ذكر في الفصل الأول هذا حلا للإشكال الذي يواجهه بعض طلبتنا الأعزاء أيضا طلبتنا الأعزاء لدينا التعاليل والتعاليل تحت المساحة كبيرة في ماندة الاقتصاد لأصف السادس العلمي يقول التعليم يمكن النظر إلى الاستهلاك على أنه الهدف أو الغاية الأساسية لكل النشاطات الاقتصادية يمكن النظر إلى الاستهلاك على أنه الهدف أو الغاية الأساسية لكل النشاطات الاقتصادية كيف ذلك؟ الجواب يكون لأن الاستهلاك إلى علاقة عضوية بالإنتاج فالاستهلاك يواجه دائماً إما بالسلع والخدمات التي تنتج في ذلك الوقت وأما بالسلع والخدمات التي انتجت من قبل فضلاً له دور أساسي في تركيب البنيان الاقتصادي وفي تحريك العجل الاقتصادية إذ أن الاستثمار وفرص العمل هم أمران متعلقان بحجم الطلب الكل على السلع والخدمات هذا كان من التعاليل المهمة في مادة الاقتصاد للصف السادس العلمي التطبيقي وأيضاً لدي هنا تعليل آخر أيضاً هذا من التعاليل التي ذكرت أكثر من مرة في مادة الاقتصاد للصف السادس العلمي يقول التعليل يعد الاستثمار ذا همية كبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني يعد الاستثمار ذا همية كبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني كيف ذاك؟ الجواب لما يشكله أي الاستثمار من زيادة في الطاقة الانتاجية وهو ما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وبالتالي ارتفاع متوسط الدخل الفرد الأمر الثاني توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة الأمر الثالث زيادة معدل التكوين الرئيس مالي للدولة الأمر الرابع توفير تخصصات مختلفة من فنيين وإداريين وعمالة ماهرة الأمر الأخير انتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجة المواطنين وتصدير الفائض للخارج من أجل حصول على العملة الصعبة إذن طلبتنا العزاء هذا كان مجموعة من التعالين التي ذكرت في هذا السياق أيضا لدينا سؤال آخر وهذا السؤال قبل قليل كان أحد المتصلين أن سأل بهذه الطريقة أو قريبا من هذا السؤال يقول السؤال عرف الميل الحدي للإستيلاف ما هي قيمته اذكر معادلته مطلوب من طلبتنا العزاء هنا التمعن في السؤال لأن كما يقال فهم السؤال نصف الجواب أن أقرأ السؤال بصورة صحيحة ومن ثم أتمعن في مفردات هذا السؤال وأجب عن المطالب هذا السؤال طلبتنا العزاء يحتوي على ثلاثة مطالب المطلب الأول أن أعرف الميل الحدي للإستهلاك والمطلب الثاني قيمته والمطلب الثالث هو أن أجد معادلته فنقول الميل الحدي للإستهلاك هو نسبة التغير في الإستهلاك نتيجة التغير في الدخل يعني بمعنى أن الاستهلاك يزيد كل ما زاد الدخل وهذه علاقة طبيعية أو هو عبارة عن زيادة في الاستهلاك الناتجة عن زيادة في الدخل بمقدار وحدة واحدة يعني قد يكون أحد طلبتنا العزاء يقول أريد أن أعرف الميل الحدي للإستهلاك بهذا التعريف فهل الجواب صحيح؟ نعم الجواب صحيح وكيف تكون قيمته؟ ما هي قيمة الميل الحدي للإستهلاك؟ قيمته طلبتنا العزاء أكبر من صفر الميل الحدي للإستهلاك أكبر من صفر وأقل من الواحد الصحيح يعني تلاحظون في الجداول أن قيمة الميل الحدي للإستهلاك تخرج بالبوينتات يعني صفر بوينت واحد صفر بوينت اثنين لحد صفر بوينت تسعة لا تكون واحد ولا تكون صفر كيف أجد معادلة الميل الحدي للإستهلاك؟ هذه هي معادلة الميل الحدي للإستهلاك الـ MBC يساوي دلتا سي على دلتا واي يعني الميل الحدي للإستهلاك يساوي التغير بالإستهلاك على التغير في الدخل أنتقل طلبتنا العزاء إلى أيضا سؤال مشابه لهذا السؤال وقريب منه وهو ماذا نقصد بالميل المتوسط لإستهلاك وما هي قيمته وأذكر معادلته أيضا بنفس الاتجاه بنفس الأسلوب أن أعرف الميل المتوسط لإستهلاك أن أبين قيمته وأن أذكر معادلته فنقول الميل الحدي للإستهلاك أو الميل المتوسط لإستهلاك هو النسبة بين حجم الإستهلاك وحجم الدخل أي النسبة التي يمثلها الاستهلاك من الدخل ما هي قيمته؟ تذكري هذه قيمته الميل الحدي للاستهلاك يكون أكبر من الصفر وأقل من الواحد الصحيح ما هي معادلته؟ معادلة الميل المتوسط للاستهلاك الـ A B C يساوي C على Y هذا يكون الإجابة بهذه الطريقة وتكون الإجابة كافية ووافية إن شاء الله طلبتنا الأعزاء ذكرت قبل قليل أن الأمثلة الموجودة في مادة الاقتصاد للصفر السادس التطبيقي تحتل مساحات كبيرة من مادة الاقتصاد لذلك سنرى أن في الأسئلة الامتحان الوزاري هناك درجات خصصة للأمثلة الرياضية وتحتل نسبة كبيرة من نسبة الدرجة ومن ضمن هذه الأسئلة طلبتنا الأعزاء السؤال التالي إذا كان لديك الجدول التالي ليوضح الدخل والاستهلاك في اقتصاد دولة ما ما هو المطلوب؟ المطلوب حساب كل من الميل الحدي للاستهلاك واحد الميل الحدي للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك إذا طلبتنا الأعزاء لدينا هنا مطلبان أو مطلبين أن أجد المطلب الأول الميل الحدي للاستهلاك وأن أجد المطلب الثاني الميل المتوسط للاستهلاك هذا هو الجدول معطى إذا طلبتنا الأعزاء هذا الجدول يعطى في الأسئلة هذا معطى في الأسئلة السنة الدخل والاستهلاك ما علي يسوى أن أستنسخ الجدول بهذه الطريقة السنة الدخل الاستهلاك وأضيف أربع جداول أخرى أضيف أربع جداول أخرى هنا لدينا دخل أجد التغير هنا في الدخل هنا لدي استهلاك أجد التغير بالاستهلاك والآن ماذا مطلوب مني الميل الحدي للاستهلاك هذا وماذا مطلوب مني الميل المتوسط للاستهلاك أضحه هنا عادة ما طلبتنا الأعزاء الحقل الأول يصفر لأن لا نستطيع إيجاده لأننا بحاجة إلى معلومات سابقة وهي غير متوفرة الآن أجد التغير في الدخل كيف أجد التغير في الدخل؟ كيف أجد التغير في الدخل؟ الدخل الثاني ناقص الدخل الأول 200 ناقص 100 100 320 ناقص 200 120 460 ناقص 320 140 الآن أوجدت التغير في الدخل هذا هو الاستهلاك أجد التغير في الاستهلاك كيف أجد التغير في الاستهلاك؟ الاستهلاك الثاني ناقص الاستهلاك الأول 100 ناقص 50 و172 ناقص 172 و270 ناقص 172 الآن أوجدت التغير في الاستهلاك وأوجدت التغير في الدخل الآن أجد الميل الحدي للاستهلاك كيف أجد الميل الحدي للاستهلاك؟ الميل الحدي للاستهلاك يساوي التغير بالاستهلاك على التغير في الدخل أين التغير بالاستهلاك؟ هذا هو التغير بالاستهلاك أين التغير بالدخل؟ هذا هو التغير بالدخل 50 تقسيم 100 0.5 أو نص 72 تقسيم 120 0.6 98 تقسيم 140 0.7 الآن أجد ABC أو الميل المتوسط للاستهلاك ما هي معادلة الميل المتوسط للاستهلاك؟ الميل المتوسط للاستهلاك يساوي الاستهلاك على الدخل أين الاستهلاك؟ هذا أين الدخل؟ بجانبه إذن أترك الأول لأنني صفرته 100 تقسيم 200 الجواب 0.5 أو نص 172 تقسيم 320 0.54 وأخيرا 270 تقسيم 460 الجواب يكون 0.59 50 هذا ما يخص الجدول الذي يوضح الميل الحدي للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك مع ذكر قيمته أيضا طلبتنا العزاء من ضمن الأسئلة التي نركز الاهتمام عليها المعادلة الأمامكم الآن الموجودة على الشاشة ماذا نقصد؟ بدالة الطلب الكلي ماذا نقصد؟ بدالة الطلب الكلي وضح عناصرها المطلوب من طلبتنا العزاء ذكر هذه العلاقة الدالية بالصيغة التالية Y يساوي C زائد I زائد G زائد الفرق ما بين الأكس والأم ثم نوضح إن ال-Y هو الطلب الكلي وال-C الاستهلاك وال-I الاستثمار وال-G الانفاق الحكومي وال-X هي الصادرات وال-M هي الاستيرادات أو الوالدات نعم أنتقل طلبتنا العزاء إلى مخطط آخر من المخططات الموجودة في مادة الاقتصاد للصف السادس العلمي وهو دالة الاستهلاك طلبتنا العزاء دالة الاستهلاك هي ضمن الفصل الثاني ضمن موضوع الاستهلاك وهي علاقة توضح العلاقة ما بين الدخل والاستهلاك فلو طلب منك وضح بالرسم دالة الاستهلاك مع التأشير على العزاء لاحظوا طلبتنا العزاء هذه دالة الاستهلاك بدأناها من النقطة 100 وهذا هو الاستهلاك التلقائي لأن الاستهلاك التلقائي نبدأ دائماً من النقطة 100 ولحظوا هذا خط الدخل خط الدخل ينصف الزاوية القائمة ويصنع في كل قسم زاوية مقدارة 45 درجة وهذا هو اسلوب إرشادي لتوضيح العلاقة ما بين الدخل والاستهلاك وتبدأ دالة الاستهلاك كما قلنا من النقطة 100 لأن نحن لا نتوقع فرد يعيش بدون استهلاك حتى لو لم يكن هذا الفرد يملك دخلاً فقد يعوض ذلك إما من مدخرات سابقة أو عن طريق الاقتراض فإذن طلبتنا العزاء عند النقطة أنوان رح يتقاطع خط الدخل مع خط الاستهلاك عندما يكون الدخل يساوي 400 والاستهلاك يساوي 400 هنا قبل التقاطع رح يكون الادخار في المنطقة السالبة قبل التقاطع رح يكون الادخار في المنطقة السالبة يعني الأفراد يستهلكون أكثر ما يدخرون لكن ما بعد أنوان ستكون هناك انفراجة ما بين الدخل وبين الاستهلاك أي إن الدخل أصبح أكثر من الاستهلاك فقد يكون الدخل قد أصبح 600 والاستهلاك مثلاً 400 فيكون هناك الفائض يكون موجهاً نحو الادخار ولحظوا طلبتنا العزاء إن دالة الاستهلاك عبارة عن خط مستوي لأن الميل الحدي للإستهلاك يكون ثابت خلال الفترة القصيرة إذن طلبتنا العزاء فاصل ونعود إليكم